كصفعة على حين غره تلقى المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات موقفا دوليا رافضا لممارساته المخالفة لروح التوافق السياسي المتشكل بين كيانات الشرعية منذ أشهر بيان للاتحاد الأوروبي أعلن دعمه للرئيس رشاد العليمي ووحدة مجلس القيادة داعيا الانتقالي إلى الإقرار بأهمية وحدة المجلس الرئاسي من أجل دعم جهود السلام المستدام في اليمن الدعوة لم ترق للمجلس الانتقالي واعتبرها إضرارا بتماسك المجلس الرئاسي معلنا في بيان رفضه للتصريحات الأوروبية وإصراره على موقفه من الانفصال وحقه في تقرير مصير جنوب البلاد السر وراء زعاج الانتقالي من بيان الاتحاد الأوروبي واعتقاده بأنه أصبح وكيلا حصريا للجنوب عقيم الدعم الذي تلقاه من التحالف لتغيير المعادلة السياسية والعسكرية في المحافظات المحررة يقول المراقبون الموقف الأوروبي تزامن مع مشاورات تدور في الرياض بين أطراف مجلس القيادة حول إشكاليات عديدة أبرزها تصاعد التوتري في وادي حضر موت الذي يقف وراءه الانتقالي وهو ما اعتبرتها أطراف دولية تحركات أحادية تهدد وحدة المجلس الرئاسي على ذات الصعيد أكد بيان الاتحاد الأوروبي التزامه بوحدة وسيادة واستقلال اليمن مدين للتصعيد العسكري الحوثي على الموانئ النفطية ودعا جميع الأطراف للتعاطي الإيجابي مع جهود المبعوث الأممي هانس جرونبيرغ مواقف دولية تأتي في صالح مجلس القيادة الرئاسي الذي بات مغيبا عن مشهد وعاجزا عن نمارسة مهامه من داخل العاصمة المؤقتة عدن ليبقى السؤال عن جدوى تلك المواقف في الحد من عبث الفصائل المسلحة وجاهزية قيادات شرعية لمغادرة مربع العجز والخضوع للوصاية الإقليمية اشتركوا في القناة